سرقات ورشاوى وهدر للمال العام هي سياسة انتهجتها الحكومات في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن إلا أن التنصل من المسؤولية بات سمة لأغلب النواب والسياسيين من خلال إطلاق التحذيرات حول انهيار الاقتصاد العراقي وإفلاس البلد وكأن الأزمة المالية التي يعاني منها العراق اليوم ليست من صنع نفس الكتل والأحزاب التي تشكلت منها تلك الحكومات اللجنة المالية النيابية حذرت من تعرض العراق للإفلاس بسبب انتهاج الحكومة سياسة الاقتراض لسد العجز في الموازنة وأن الحكومة تحتاج إلى 18 تريليون دينار لتأمين رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية بينما تقدر الإيرادات النفطية وغير النفطية خلال نفس المدة بنحو 16 تريليون دينار اللجنة أكدت أن الحكومة تحتاج فقط تريليون دينار لتأمين الرواتب في حين أنها تقدمت بطلب قرد بـ 41 تريليون دينار الأمر الذي يؤكد استمرار سرقة الحكومات للمال العراقي حتى في ظل الأزمة المالية الحالية نواب أكدوا أن المبلغ المقدم للقرد الحكومي كبير جدا ويتضمن زيادة في النفقات ويخلو من محاولات ترشيق الإنفاق فيما دعوا إلى ترشيد مبلغ القرد لجعله فرصة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية فقط أما لجنة التخطيط ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية فاتهمت حكومة القاظم بعدم امتلاكها رؤية حقيقية لإدارة الوضع المالي في العراق وأن اعتماد الحكومة على الاقتراض في حل الأزمة المالية أمر خاطئ كونها ستقدم قانوناً للاقتراض كل ثلاثة أشهر فضلاً عن المبالغة بحجم القروض استمرار الحكومة بسياسة الاقتراض دون تقديم حلول واقعية للأزمات سيؤدي إلى انتكاسة اقتصادية في العراق بحسب المراقبين الذين أكدوا تعمد الحكومات المتعاقبة جعل العراق يعتمد على الاقتصاد الأحادي النفطي وعدم استثمار أي موارد أخرى أو سرقتها وتقاسمها فيما بينهم